موسيقى نشرة الأخبار عبر شاشة ريبية لكل الأحرار وأبرز عنوينها قوة الصائقات تؤكد مقتل أحد أفرادها في انفجار لغم أرضي بالصابر ومركز السراية للإعلام يعلن إعطاب قطعة بحرية قرب شاطئ المنطقة قوة البنيان المرصوصة تشتبك مع عدد من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة وديبي بعد محاولة الالتفاف على قوات التنظيم لجنة المصالحة الوطنية بين تاورغا ومسرطة تحيل مشروع اتفاق يقضي بعودة مهجري تاورغا وتعويض المتضررين من مسرطة إلى الجهات المختصة أكد الناتق الرسمي باسم القوات الخاصة صائقة ميلود الزويم اقتل أحد أفراد سرية فرج جعيم إثر انفجار لغم أرضي بشارع المفاتيح بيالصابري في شأن أخرى أعلن زوية العثور على جثمان القائد الميداني بالقوات الخاصة محمد دومة الذي قتل في معارك العمارات 12 في الثاني عشر من مارس الماضي إلى ذلك أعلنت القوات الخاصة رفض أمرها ونيس بوخمادة طلب الاستقالة الذي تقدم به أمر محاور الصائقة محمود الورفلي يوم الاثنين الماضي من جهة أعلن مركز أسترائر الإعلامي اعطاب عناصر تابع لقوات مجلس شراثوار بنغازي لقطعة بحرية مسأمس قرب شاطئ منطقة الصابر ببنغازي أذى وفادت النافذة الإعلامية لمجلس شراثوار بنغازي بأن محور الصابر شهد مساء ثلاثاء اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات مجلسي من جهة وقوات تابعة لعملية الكرامة من جهة أخرى كما أشار المركز إلى تحليق طائرة حربية من نوع ميغ تابع لعملية الكرامة فوق منطقتين الصابر وسوق الحوت بوسط بنغازي قال قائد عمرية الكرامة خلف حفتر إن ما سمه بالجيش الليبي ينتشر في شرق البلاد وغربها وجنوبها تحت قيادة واحدة مشيرا إلى أنه لا يسمح بإنشاء أي تشكيل عسكري خارج نطاق هذا الجيش وإنه لا مكان للجهوية والمحاصصة داخله حسب تعبيره وأضف حفتر في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لعملية الكرامة وحفل تخريج الدفعة الخمسين للكلية العسكرية توكرا أن الشعب الليبي لن يهنأ حتى تعود ترابلوس إلى حضن الوطن وفق قوله وقد شهد الاحتفال حضور قيادات من عمرية الكرامة ورئيس حكومة الأزمة عبدالله الثني وغياب رئيس مجلس نواب عقيل الصالح أعلنت قيادة قوة عمرية الكرامة وصول رئيس أركان الجيش المصري ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي محمود حجازي إلى بنغازي اليوم وأضافت القيادة عبر صفحة رسمية على فيسبوك أن قائد عمرية الكرامة خالف حفتر استقبل حجازي ظهر اليوم بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة دون يعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء وهذا وقد علق المحلل العسكري والسياسي عدل عبدالكافي في نشرة سابقة بأن المادة 117 من قانون الخدمة العسكرية لا تسمح بإعادة أسير حرب إلى الخدمة العسكرية لا فتن لأنه قد يسمح له أحيانا بتولي المهام الإدارية التي لا ترتقي إلى حجم المسؤولية المادة 117 لا تسمح بعودة أسير حرب إلى الخدمة العسكرية وحتى إن تم إعادته يكون من خلال عمله في مهام إدارية ولا ترتقي حتى هذه المهام الإدارية إلى حجم المسؤولية فهذا يعتبر خرق كامل للقانون قال الناطق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وعملية البنيان المرصوصة محمد الغصر أن قوات البنيان اشتبكت ثلاثام عدد من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة واديبي وأوضح الغصر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر التنظيم حاولت الالتفاف على دورية تابعة لقوات البنيان المرصوصة أثناء قيامها بتمشيط المنطقة وأشار الغصر لأن عدد من عناصر التنظيم الفارة من سرط سولت قبل ثلاثة أيام على شاحنة وقود كانت متجهة إلى مدينة سبها واعتقلت سائقها على الطريق بين بوغريم وبونجيم بمنطقة واديبي مؤكدا نفلات الشاحنتين وعودتهما إلى مصرات هذا وقد تجولت كاميرا ليبيا لكل الأحرار وسط مدينة سرط لاستطلاع ظروف الحياة والوضع الأمني والخدمات في سرط بعد عودة عدد من الأهالي إليها حوالي 15 اليوم والوضع الأمني كويس في سمافرو الزخري وباقي المناطق بالنسبة لمصرفنا جميع الأقسام داخل الفرع تخدم منذ تاريخ 24 وحتى الآن مع هذا قسم الخزينة الذي لم يتم افتتاعه حتى الآن سرط تعاني الكثير والكثير مدينة سرط تعاني من عدم الصحة والتعليم شركات الخدمات مدينة سرط لم تتلقى أي دعم رجعنا في الدوام الرزمي من حوالي ثلاث شهور من شهر ثلاثين رجعنا للعمل والأمور ماشى على قدم وساقع في إقبال من المواطنين في تجهيل السيارات وتجهيل رخص القيادة والأمور ماشى وضع الجامعة الحمد لله وردت والناس ردت والقراية بدت يمكن شهر مستمرين والحياة 100% إن شاء الله من نظمة و100% الأمور أمنوا أماني الحمد لله ومغفرين كل شيء قواتنا وحرصاتنا في دنيا المرصوص مغفرين كل شيء بارك الله فيهم ورب يعاونهم ماشى حنتخلوا عليه مدينة سرط على تأمينها من أجل الإهمال من الغرفة من الحكومة يعني قاعدين لحد الآن في المكان هذا بدون لا مرتبات حتى الدعم يعتبر للضعيف ممكن دعم في التومين فقط لا غير دعا عضو المجلس البلدي وادي البوانيسة محمد الهادي كافة الجهات الحكومية بالدولة في شرق البلاد وغربها إلى العمل على إعادة تفعيل مطارة منهند وطالب الهادي كافة الأطراف بالعمل على تمكين النازحين من العودة من منازلهم والسناف العمل بالمجمع الصناعي داخل القاعدة داعيا إلى مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين بالجنوب خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان في سبها قال ناطق باسم حكماء المدينة حسن أرقيق إن الوضع الإنساني لا يزال صعبا في ظل تعطل وصول السيولة لمصارف المنطقة الجنوبية بسبب إغلاق المطارات وأوضح أرقيق لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الأمنية بالمدينة يشهد تدهورا جراء استبرار حالات الخطف والقثل مضيفا أن هناك ما سماها بالعمريات الممنهجة لتخريب المؤسسات الحكومية بالمدينة على يد من وصفهم بالخارجين عن القانون وأضاف الناطق باسم حكماء سبها أن أزمة الوقود تشهد انفراجا بعد انتظام تدفق وصول شحنات الوقود إلى مستودع سبها هذا وبحث النائب بالمجلس الرياضي أحمد معيتيق مع عضو مجلس النواب عن أباري من تبيا ورئيس نادي الأخضر الرياضي إبراهيم البي الصعاب التي تواجه الأنشطة الرياضية بالمدينة وأكد معيتيق بحسب صفحة دارة التواصل الإعلام بديوان رئاسة الوزراء على فيسبوك دعم المجلس الرئاسي لكافة البرامج الشبابية والأندية الرياضية في الجنوب وأضف معيتيق أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستشكل لجنة فنية لمعاينة الملاعب الرياضية في مدن ومناطق الجنوب وحص احتياجاتها لتوفير الدعم اللازم لها أعلنت لجنة المصالحة الوطنية بين تورغا ومصراتي حالة اتفاق المصالحة بين المدينتين إلى الجهات المختصة في الدولة والذي يقضي بعودة مواجر تورغا إلى ديارهم وتعويض المتضررين في مصراتي جاء ذلك خلال ملتقا توضحي عقدته اللجنة اليوم بطرابولوس بمشاركة ممثلين عن مصراتا وتورغا بالإضافة لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وسكان تورغا كما طالب المشاركون في الملتقى حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ بنود الاتفاق بأسرع وقت وتحقيق المصالحة بين المدينتين الجرح دويه أهله بهذا الشعار أقامت لجنة المصالحة الوطنية بين تورغا ومصراتا ملتقا توضيحيا بطرابولوس لبحث مستجدات المصالحة بين المدينتين وعودة المهجرين إلى ديارهم سبع سنوات مرت على نزوح أهالي تورغا في مناطق متفرقة من ليبيا داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة وبعد جولات الحوار المتعددة بين المدينتين داخل ليبيا وخارجها توصلت لجنة المصالحة إلى اتفاق يقضي بعودة المهجرين وجبر المتضررين في مصراتا وتقديم الجنات إلى العدالة نحن ندفع بكل قوة الحقيقة إلى تطبيق ما ورد في بنود الاتفاق بين مصراتا وتورغا وقفل هذا الملف الحقيقة هو يعني يعتبر أنجاز كبير ردود فعل محلية صاحبت جولات الحوار بين مصراتا وتورغا حيث عقد المجلس الرئاسي عدة مشاورات مع المسؤولين في مصراتا وتورغا بهدف تقريب وجهات النظر وتحقيق مبدأ المصالحة في غضون ذلك أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تبني المجلسة لمشروع عودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها مجددا دعمه لعودة نازحي تورغا خاصة بعد إبرام اتفاق المصالحة بين المدينتين لنا سوف سبع سنوات ونشهد بالله أن نتعبنا فوق الطارق قاعدين في الصفايح وقاعدين في الشردين في كل مكان وإيجارات ووحدات ويعني تملحنا فوق الحسان لجنة المصالحة بين تورغا ومصراتا أحالة الاتفاق النهائي إلى حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة داعية إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق اللجنتين وضع بنود من ضمن الشيء وأهم شيء جبر الضرر يعني تعويض المتضررين تقديم الجنات للعدالة رجوع الناس الأبرياء تم هذا طبعا لما الدولة تعوض الناس المضررين وبقية البنود تنفدها لا يوجد مشكلة خطوة جديدة نحو تحقيق حلم العودة الذي طال انتظاره وإنهاء الخلافات بين الجارتين تورغا ومصراتا وسط آمال بطي الخلافات والعيش في سلام أكد رئيس مجلس المشايخ وعي أن ترهونها وعضو لجهة التواصل الاجتماعي والمصالحة صالح فاندي التواصل إلى بنود محضر اتفاق نهائي لحل جميع المشاكل بين المشاشية والزنتان والقنترار وضف فاندي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لجنة المصالحة التي تضم عدة مدن وقبائل تجتمع اليوم في مدينة مزة للقاء جميع الأطراف وإتمام المصادقة على محضر اتفاق مشيرا إلى أن التوقيع النهائي سيكون يوم غد الخميس في مدينة الأصابع وقال فاندي أن الاتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف ويساهم في رأب الصدع وتحقيق الأمن والسلام بين أبناء المنطقة إلى ذلك أوضح رئيس مجلس مشايخ وعيان ترهون صلاح فاندي أن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد التوقيع على بنود الاتفاق هي العودة السريعة لسكان العونية ومزة المهجرين وفتح الطرقات المغلقة ومنع عمليات القبض على الهوية والمحافظة على التعايش السلمي وتقديم الخدمات للمواطنين خطوات السريعة والتي سيتم تنفيذها هي عودة المهجرين في العونية وتقديم الخدمات لهم وعودة المهجرين في ملدة وتقديم الخدمات لهم التي هي البنود السريعة البنود الثانية المحافظة على التعايش السلمي المحافظة على الصدقات عدم وضع البوهوات الوحنية عدم القبض على الهوية وبإذن الله حق الجنوب الثانية تطرى ويسمع لها التوخيح النهاية بإذن رفضه في مدينة الأصابة أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتلوني التزام بلاده مع روسيا بتحقيق الاستقرار في ليبيا وأضف جنتلوني عقب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا نيطاليا تدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني على أساس قرار الأمم المتحدة لكنها تدرك أن قاعدة هذا الوفاق يجب أن تتوسع لتشمل أطرافا أخرى مثل خليفة حفتر وأضح جنتلوني أن تقسيم ليبيا يشكل خطرا على الجميع وأن وحدة البلاد تساهم في استقرار المنطقة دعا مفاوض السن والأم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقيا اليوم بالجزائر إفريقيا إلى مؤزرة ليبيا لتجاوز محنتها وقال شرقي في محاضرة بمقر المجلس الأمة الجزائري إن ليبيا بحاجة إلى صوت أفريقي قوي لمساعدة أبنائها على تجاوز أزمتهم الحالية مشيرا لأن المجلس يحضر حاليا ليحضر حاليا لبعثة وزارية ستنتقل خلال شهر مايو الجاري إلى ليبيا من أجل المساهمة في حال الأزمة وأضاف مفاوض السن والأم بالاتحاد الإفريقي أن كثرة التدخلات في ليبيا يؤزم الوضع خاصة مع وجود أكثر من 60 مليون قطعة صلاح داخل البلاد في سياق ذلك قال المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي أن الحوار الشامل بين ليبيين دون استثناء هو الطريق الوحيد لحل الأزمة التي تعاني منها ليبيا وضف الجمالي وكالة الأنباء التونسية أن التطورات السياسية التي شهدتها مؤخرا أن الساحة الليبية تمثل خطوة إيجابية وشجاعة على الطريق الصحيح لحل الأزمة معربا عن يقينه من أن هذا الحوار سيشمل في مراحله اللاحقة كل الأطراف الليبية دون استثناء وأعرب الجمالي عن أمله في أن يتجاوز الليبيون المواقف السلبية التي لا تخدم الحوار السياسي ولا القضية الليبية شارك وزير المالية المفاوض بحكومة الوفاق الوطني سام حمد بصفة محافظة للبنك الإسلامي في الاجتماع السنوي الثاني والاربعين لمجلس محافظة البنك الإسلامي للتنمية الذي ينعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار التمكين الاقتصادي للشباب الاجتماع يستمر على مدار خمسة أيام متتالية ويناقش الخطط والبرامج المعنية بشؤون الاقتصاد والتنمية بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتخطيط ومطور القطاع الخاص والمعنيون بشؤون التنمية من الدول الأعضاء إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية شاتنا متواصلة وفيها شمس على نوافذ مغلقة كتاب جديد يجمع الأعمال الأدبية لخمسة وعشرين شابا ليبيا قوات السعيقة تؤكد مقتل أحد أفرادها في انفجار لغم أرضي بالصابر ومركز السراي للإعلام يعلن اعطاب قطعة بحرية قرب شاطئ المنطقة قوات البنيان المرصوص تشتبك مع عدد من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة واديبي بعد محاولة الالتفاف على قوات التنظيم لجة المصالح الوطنية بين تاورغا ومسراتا تحيل مشروع اتفاق يقضي بعودة مهجري تاورغا وتعويض المتضررين من مسراتا إلى الجهات المغتصة أعلنت مؤسسة أريتي للثقافة والفنون طباعة كتاب شمس على نوافذ مغلقة الذي يحوي مجموعة من أعمال الأدباء الليبيين الشباب وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خالد المطاوع إن الكتاب يحتوي على 25 عملا أدبية من تأريف أدباء وروائيين وشعراء وقصصين ليبيين لا تتجاوز أعمارهما 30 عاما وأضاف المطاوع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المؤسسة ستقيم حفلا لإشار الكتاب في الثالث والعشرين من مايو الجاري بالقاهرة ومن ثم طرحه في دور التوزيع والمكتبات نظم مصف الدم المركزي بطرابلوس حملة القلوب الرحيمة من أجل التبرع بالدم والتأكيد على قيمة هذا العطاء وجاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم التبرع بالدم أحد الصور الإيجابية التي تحث عليها المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية وتعززها دواع الطبية الطارئة والحرجة وترسيخا لهذا العطاء داخل المجتمع الليبي نظم مصرف الدم المركزي على أرض ميدان الفروسية بالعاصمة ترابلس حملة القلوب الرحيمة تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم بهدف الوصول لعمريات تبرع منتظمة ودورية كل أربع أشهر للنساء وثلاثة أشهر للرجال اليوم نحن في صدد الحملة هذه حملة القلوب الرحيمة تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم لإحياء فكر التبرع للوصول إلى فكر التبرع المنتظمة الدورية فيه تبرع طوع منتظم للرجال كل 3 أشهر وللنساء كل 4 أشهر الفكر هذه غايبة في مجتمعنا الليبي تنظيم مثل هذه الحملات يحتاج لدعم لوجستي يسهل على المنظمين عملية إنجاحها وتذليل الصعوبات قد سعت شركة ليبيانا لرعاية هذا المشروع بالتعاون مع مفوضية الكشاف التطوعية الذين أكدوا أن نقص الدعاية الإعلامية لهذه المناشط يعرقر نشر ثقافة التبرع بالدم لدى الكثيرين قمنا بالتوعية في السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر انشاءنا صفحات تكلمنا عن اليوم العالمي للدم الفوائد اللي يتمتع بها الشخص اللي بيتبرع وبيستفيد منها المصر وبيستفيد منها كمجتمع تام ومن ناحية تانية بعتنا رسائل أسامس اللي وعينا فيها الناس اللي هو اليوم اللي بمحددين فيه اليوم التبرع للرجال ويوم التبرع للنساء يؤكد الأطباء والمختصون أن الدم كلما تجدد كان أكثر قوة ومقاومة للأمراض والإصابات ولهذا فإن حملات التبرع بالدم تعود أيضا على من يتبرعون بفوائد كبيرة فضلا عما يشكله تبرعهم من دعم لثقافة العطاء للوطن وأهله أكد أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا تعليق الدراسة في الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بدءا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وأضح رئيس نقابة عضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية إبراهيم الفقيه في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أوقفت المقابل المالي لساعات الدوام الإضافية في الجامعات الواقعة داخل مناطق سيطرتها منذ شهر إبريل الماضي ما أثر موجة من الاستياء لدى عضاء التدريس في المنطقة الغربية الذين طالبوا زملائهم بالجامعات في المناطق الليبية بتعليق الدراسة لحين العدول عن هذا القرار افتتحت مدرسة خديجة الكبرى للتعليم الأساسي التابعة لشؤون التعليم بالأرحبات معرضها السنوية الأول تزامنا مع انتهاء العام الدراسي وأضحت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أن المعرض شاملاء العديد من اللوحات الفنية والتعليمية والتشكيلية وبعض اللوحات للفنون الشعبية التي قام بإنجازها معلمي ومعلمات وطلبة المدرسة هذا ونظمت مدرسة الأمل بمدينة درن احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي للعام الحالي من مشاركة معلمي المدرسة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور تضمنات الاحتفالية أدت فقرات غنائية متنوعة فضلا عن تكريم الطلبة المتفوقين وعدد من الشخصيات التعليمية هذا وطلب معلم المدرسة الجهات المختصة في الدولة بصيانة المدرسة بشكل عاجل بعدما تعرضت لأدرار كبيرة إبان الحرب التي شهدتها إلى المدينة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة ناشط كل من وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم ووزارة المرافق ليكون لها موقف مع هذه المدرسة التي قدمت الكثير قدمت في حرب داعش فهي كانت رمز السمود وكانت قلعة فضل الله أولا ثم هذه المدرسة لكان لأهل دارنا عمر فارق هذه المدرسة التي خرجت أجيال تلو الأجيال والآن تحيح في التكريم أبنائها ولكن بجراح مثقلة إلى عنوان النشرة قوات الصائقات تؤكد مقتل أحد أفرادها في انفجار لغم أرضي بالصابر ومركز السراية للإعلام يعلن إعطاب قطعة بحرية قرب شاطئ المنطقة قوات البنيان المرصوص تشتبك مع عدد من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة وادي بي بعد محاولة الالتفاف على قوات التنظيم لجنة المصالحة الوطنية بين تاورغا ومصرطة تحيل مشروع اتفاق يقضي بعودة مهاجري تاورغا وتعويض المتضررين من مصرطة إلى الجهات المختصة هل تنشرون المزيد من الأخبار؟ يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار في أعلى موقع التواصل الاجتماعي في سبوك، تويتر ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة